بينما يعيش العراقيون تداعيات انهيار سعر صرف الدينار أمام الدولار لا يبدو أن لدى حكومة السوداني شيئا لتقديمه لهم وعلى العكس تماما حاولت عبر الإطار التنسيقي الداعم لها الترويج لمخطط ومؤامرة أمريكية لإسقاطها لا زال الأمريكان يتحكمون دينار الآن هذا ارتفاع أسعار الدولار اليوم في هذه المرحلة هو جد من المخطط الأمريكي ادعاء تكشف الصحيفة والستريت أنه لا صحة لها مع علم الحكومة في العراق مسبقا بالإجراءات الأمريكية لمنع انتقال الدولارات من العراق إلى كل من نظامي طهران ودمشق وتشير الصحيفة إلى أن هذه القواعد الحازمة للتحويلات الإلكترونية للدولار من قبل المصارف العراقية الخاصة لم تكن مفاجئة للمسؤولين في بغداد بل تنفذ بشكل مشترك منذ تشيين الأول الماضي بعد عامين من المناقشات والتخطيط بين البنك المركزي في العراق ووزارة الخزانة الأمريكية ومجلس الاحتياطي الفدرالي لكن ما الذي حصل؟ يشير خبراء اقتصاديون إلى أنه في ظل ندرة الدولار تراجعت قيمة الدينار بنحو 10% ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع المستوردة بما فيها الغذائية أكثر من 250 مليون دولار يومياً كانت تحول من المصارف الخاصة في العراق دون معرفة وجهات محددة كانت تستنزف احتياطي العملة الأجنبية في العراق لصالح إيران وتشير وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن النظام المصرفي الجديد يهدف إلى الحد من استخدام النظام المصرفي في العراق لتهريب الدولارات إلى طهران ودمشق ويجفف ملاذات غسيل الأموال في كل أنحاء الشرق الأوسط على الجانب المقابل يظهر التزام البنك المركزي في العراق السمت ومنعه أربعة مصارف من إجراء أي معاملة بالدولار إقراراً بممارسات الأحزاب التي تؤكد هيئة مكافحة الفساد أنها تسيطر على معظم المصارف وتستخدمها لتهريب العملة الأجنبية إلى الدول الجوار غير أبهة بالمواطن العراقي الذي يدفع الثمن غالياً ترجمة نانسي قنقر